بسم الله الرحمن الرحيم الحادث عشر عن أبي هريرح رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقول تعالى يا أيها الرسول قلوا من الطيبات واعملوا صالحا فقول تعالى يا أيها الذين آمنوا قلوا من الطيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل سفر عشر أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغضي بالحرام فأنا يستحاب له رواه المسلم الحادث حدي أشار عن أبي محمد حسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانتهما رضي الله عنهما قولا حفظت من الرسول الله صلى الله عليه وسلم دأ ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترميذي والنساء وقولا ترميذي الحديث حسن صحيح الحديث ثاني أشار عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني الحديث حسن رواه الترميذي ووذره هكذا